اشتركوا في القناة سنقوم بتطاوغ إليها بشكل دقيع جدا من خلال تتبعك لهذه الشرحات التي سنقوم بشاحها لك في القناة ففي حال كنت تريد متابعة هناك المعليك والإستيارك في قناة وتفعيل الجرس فالآن سوف نقوم بالدخول إلى الشاح في كيفية إنشاء صفحاتك أو حتى في حال كانت لديك صفحة كبيرة يمكن أن تقوم باستفادة من هذا الشاح بحيث أننا سنتحدث عن إنشاء الصفحة وسنقوم بتجهيزها للإعلانات وكيف سنقوم بعمل إعلانات إن شاء الله سوف تكون في الفيديو في الغد فلا تنسى دعمي من خلال ضغطك على لايك وكذلك إشتراكك في القناة وتفعيل الجرس وكذلك لا تنسى دعمي كذلك من خلال تعليق تحفيزي مشاهدة موجهة محبوبك مرة أخرى فقبل أن نبدأ في هذا الشاح ندعوك لإشتراك من خلال ضغطك على زر سابنة أو سبسكريب أو إشتراك ولا تنسى أن تقوم بتفعيل الجرس لتتوصل بجديد القناة دائما فأول شي ستقوم بفعله هو أنك تقوم بالذهاب إلى موقع أو إلتد تقوم بالذهاب إلى موقع الفيسبوك أو حسابك على الفيسبوك مباشرة ما لذلك ستقوم يعني هذا بالطبع هو حسابي على الفيسبوك يعني في حال كنت تود متابعاتي ستجابطه أسفل في صندوق الوصف يعني في حلقة لا لقى أي استفساء أو شيء من هذا حاول فقط أن تكتبه يعني في تعليق أسفل الفيديو أو كتابته يعني في رسائل خاصة بصفحتنا يعني بالنسبة إلى في حال كنت تود متابعاتي يعني على الفيسبوك فسأضع لك كذلك بالصفحة في صندوق الوصف بعد ذلك ستقوم بالذهاب إلى حسابك على الفيسبوك بالطبع حسابك أنت الشخصي ثم تقوم بإضافة بطاقة أو إضافة حساب بايبار بالنسبة إلى طريقة إضافة بطاقة أو حساب بايبار فقط تقوم بالذهاب إلى هذا المكان إلى هذا السهم ثم تقوم بالذهاب هنا إلى إدارة الإعلانات تقوم بالضغط عليها ثم ستنتظر قليلا إلى أن يظهر لك هذه النفذة حين تختار هنا حسابك الإعلاني أنا لدي فقط حساب واحد إعلاني سأقوم فقط بالانتظار إلى أن يغطيني هذه الصفحة فبعد ذلك سوف تقوم بالذهاب إلى هذا الخيار هنا أي الإعدادات تقوم بالضغط عليها حتى نقوم بإضافة بطاقة البنكية أو حساب بايبار فهنا سأقوم بالضغط على إضافة إعدادات الدفع يعني هنا سأقوم بإضافة طريقة الدفع من خلال الضغط هنا ثم هنا تختار يعني رقم بطاقتك تقوم بكتابتها هنا تختار الشهر وهنا تختار السنة هنا تختار رمز الذي يكون وراء البطاقة تقوم بكتابته بالنسبة لحالك لديك بايبار تقوم فقط بالضغط على بايبار وزيتم تحولك إلى حسابك لبايبار تقوم بكتابة يعني اليوزرنام والباسوارد وسيتم يعني الدخول مباشرة من خلال حسابك على البايبار بالنسبة قصمة الشراء قصمة الإعلانات خاصة بالفيسبوك ففي حال كلالك أي قصمة يمكن فقط استخدامها من خلال اختيارها هنا تضغط على متابعات ثم تقوم بكتابة يعني اسم القصمة التي يتم إهداءها لك أو يتم تقوم بشرائها من شخص ما يعني على الانترنت جيد سأضغط هنا على إلغاء لأنني أصلا يعني سبق لي أن أضفت يعني فيزا في هذا الحساب هنا سأضغط على الحسابات الإعلانية من خلال يعني التقط هنا حتى أعود مرة أخرى سأرجح فقط قليلا سأقوم فقط بالتاب إلى فيسبوك حتى نقوم بالبداية هنا جيد فأول شيء ستقوم بفعله هو أنك تذهب إلى الصفحات في هذا المكان حتى نقوم بإنشاء صفحة جديدة ونقوم بالبداية من الصفحة أتحدث عن البداية من الصفحة ما يهمنا هو بيع منتجات ما يهمنا هو ربح من خلال هذه المنتجات فكيف ستقوم بذلك هو أنك تقوم بإنشاء الصفحة يعني هنا ستضغط على إنشاء الصفحة هنا تختار يعني شركة أو ما هو منظمة ثم تختار هنا اختار الفئة تختار على سبيل المثال يعني شركة يعني أنت على سبيل المثال هنا سأختار اسم الشركة سأختار هنا أي اسم يعني أنت لا تضع يعني اسم يعني خاص بك أو مهم سأختار اسم يعني احترافي حتى يقوم بمشاهدة أو حتى يقوم يعني أشخاص بمتابعتك على تلك الصفحة بحيش أنهم يعرفون على أنها صفحة جيدة واسم عاقي أوكي أوكي أوه فهنا يعني سأختار اسم على سبيل المثال مول أوكي أوكي لا تضع يعني هذا الاسم حاول أن تضع يعني اسم منفل أو اسم خاص بك يعني تقوم بوضعه انا اخترت يعني اسم مولهاوس يعني اختار انت اي اسم تريده لا تحاول ان تقوم يعني باخذ هذا الاسم وكتبته او وضعه في صفحتك بنفس الشكل يعني هناك ثمن يعتمد يعني كوفيكولي او نسخ ولسق يعني في كل شيء حاول فقط ان تقوم بالتعديل على بعض اشياء حتى او تقوم باضافة يعني لمستك انت شخصية حتى يظهر لك كل شيء بشكل جيد اوكي سادب هنا على تخطي تخطي حتى اقوم فقط بالذهب الى الصفحة واقوم بالتعديل عليها امامك اوكي سادب الى هنا فهمي اوكي هنا سادهب يعني الى اضافة الصورة من خلال الضغط هنا لكن قبل ذلك يجب علي ان اذهب الى جوجل حتى اقوم بالبحث على صورة معينة اوكي سادب الى هنا سادب فقط الى بيوتي اوكي بيوتي ومن حتى اخذ يعني اي صورة ساقوم باخذ هذه الصورة اوكي اوكي انت تذهب الى بحث عن اي صورة تريدها انا ساهتم يعني بالمجال الخاص بالتجميل لهذا يعني ساضع يعني هذه الصورة ساواكذ لن اهتم يعني فقط بمجال التجميل لكن ساواكذ بشكل كبير جدا على المجال الخاص بالتجميل وساقل لك لماذا ساهتم به يعني في الفيديوهات القادمة وستفهم معي لماذا اهتمت بهذا المجال اوكي قليلا الى ان يتم حافظ لكن قبل ذلك سادب يعني بعد ذلك سوف اذهب الى اه ما تنقى الى اتذهب الى قوبا 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 فيسبوك اه جيد جيد اه هنا عميني سادة الى اي اي اه 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة